موسيقى نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الخليج التي نقرأ منها خلايا في العين تتغلب على اختلاف التوقيت اكتشف باحثون من جامعة أدنبرا وجود خلايا بشبكية العين تدخل في عملية تنظيم دورة النوم واليقظة وهي نتيجة ربما تفتح المجال أمام تطوير طريقة علاجية للتغلب على حالة الإجهاد الناتج عن اختلاف التوقيت بسبب السفر في رحلات جوية طويلة من أخبار التكنولوجيا مشاهدين اختبنا لكم من صحيفة الغد الأردنية روبوت يؤلف الموسيقى ويعزف بنفسه مثل البشر طور باحثون أمريكيون روبوتا فريدا من نوعه بإمكانه تأليف الموسيقى بنفسه دون مساعدة وعصف النغمات بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وقام الباحثون بتغذية الروبوت شيمون بقرابة خمسة ألاف أغنية كاملة ما بين مقطعات للموسيقى بيت هوفن إلى أغنيات لفريق البيتلز والمغنية ليدي جاغا والمطرب مايلز ديفيز ونطالع مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية سامسونج تطور حافظة لشحن الساعات الذكية من الموبايل تسعى سامسونج للحصول على براءة اختراع جديدة لحافظة شحن لاسلكية تستخدم تقنية الموجات المليمترية ووفقا لرسم بياني أدرج في قائمة براءة الاختراع فيمكن استخدام هذه الحافظة لشحن الساعات الذكية والسوارات الذكية من خلال الهواتف الذكية أيضا في أخبار الصحة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية روسيا تبتكر رذاذا خاصا لاستئصال أورام الدماغ أجرى علماء روس عملية فردة من نوعها لإزالة ورم خبيث في الدماغ باستخدام رذاذ مضيء ابتكر خصيصا لهذا الغرض ويقوم الرذاذ أثناء العملية الجراحية بإضاءة أجزاء النسيج التي أصابها السرطان الأمر الذي يمكن الأطباء من الكشف عن أصغر نسيج للورم الخبيث باستخدام المجهر وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القدس واكتشاف نوع جديد من المضادات لعلاج الأمراض القاتلة اكتشف باحثون أمريكيون نوع جديد من المضادات الحيوية مدفونة في الأوساخ اذنجح الباحثون بتطوير تقنية خاصة لفرز التربة بهدف اكتشاف مضادات بكتيرية جديدة أكثر فعالية من المعمول بها لعلاج الأمراض البشرية القاتلة